أسهمت الحملة الرئاسية للقضاء على فيروس سي في تحويل مصر من الدول الأعلى إصابة بفيروس سي إلى الأقل في معدلات الإصابة وأجرت الدولة مسحاً لأكثر من 72 مليون مواطن وتم تقديم العلاج للحالات التي تم اكتشافها مجاناً دون أن يتحمل المواطن أي أعباء مالية فيروسي أو التهاب الكبد الفيروسي مرض صامت تسلل إلى أكباد ملايين المصريين خلال العقود الماضية حتى جاءت مبادرة إنقاذ وطن التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في أكتوبر من عام 2018 للقضاء على الفيروس وإعلان مصر خالية من هذا الكابوس هدف جاء ضمن مبادرة 100 مليون صحة التي استهدفت أيضاً الكشف المبكر عن الأمراض غير السارية بالمجان تضمنت خريطة تنفيذ المبادرة تشكيل فرق عمل تضم نحو 5484 فرداً حيث تكون كل فريق من ثلاثة أفراد لاستقبال 60 مواطناً خلال فترة العمل الواحدة وإجراء فحص فيروسي والأمراض غير السارية وذلك للمواطنين ممن تزيد أعمارهم على 18 عاماً تم خلال المبادرة تخصيص نحو 1412 مقراً لإجراء الحملة منها وحدات الرعاية الأساسية ومستشفيات وزارة الصحة وسيارات العيادات المتنقلة منها مراكز الشباب وقصور الشباب وغيرها خلال أشهر معدودة وبمعدلات غير مسبوقة أسفرت الحملة عن فحص 70 مليون مواطن إضافة إلى فحص 68 641 من غير المصريين وتم تقديم العلاج بالمجان لحوالي مليونين و700 ألف مريض بفيروسي ومليونين و600 ألف مريض سكر و10 ملايين مريض ضغط كما تم اكتشاف 20 مليون مريض يعانون من السمنة أكبر حملة في تاريخ البشرية من حيث العمل والكفاءة والسرعة وإنجاز علمي يستحق الإشادة هكذا وصفتها منظمة الصحة العالمية التي أشادت بجهود مصر في مواجهة واحدة من أكبر المشكلات التي تهدد الصحة العامة مما جعل مصر أول دولة تقضي على التهاب الكبد الوبائي لم يكن الطريق بالهيين على دولة يتخطى تعداد سكانها المئة مليون نسمة لكنها ستبقى خطوة مضيئة تضاف لريادتها وملحمة إنقاذ فريدة لمواطنا لم يكن يتخيل أنه مريض ولن ينسى أنه لم يتحمل جنيها واحدا للعلاج ترجمة نانسي قنقر